نهضة بركان المغربي النادي الافريقي كان يأمل في استغلال هدف صبر خليفة خارج ميدانه وتحقيق نتيجة في الهياب تخليه يضمن العبور للدور القادم مقارنة ماتش الذهاب بيرترو مارشون يجري زوز تغييرات سيفة قا ما كان نيكولاسو بوكو والتي جاني بالعيد ما كان زهير الذاودي النادي الافريقي اللي كان مطالب تجيل ثنائية دون قبول هدف اضغط على الديفاع المغربي اخلق برشة فرس وتحصل عدد كبير من كرة الثابتة تيق 14 بلال الخفيفي كان قريب من تجيل محاولات الافريقي تعدت بدوره سابر خليفة كان قريب من في التاحة نتيجة كورته الرأسية فوق مرمى الحارس المغربي صنع الفرس مقتصرش فقط على المهاجمين المدافع سيفة قاع شكله خطور على مرمى المحمدي صوب كورته قريبة وفي كرة الثانية كورته الرأسية مش بعيدة رمار منه ذات بركة وحتى في الشوت الثاني السياه واصل ضغطه لكن دون تجسين حاول عن طريق يسام يحيا وصابر خليفة ومرة أخرى أبرز فرصة يضايحها بلال الخفيفي تسويب تصدير لالحارس المحمدي وحتى التغييرات الهجومية اللي أعمالها مارشون دخول الظوادي مكان بالعيد وياسين الشماخي في بلاست العجربي ما غيرت شي هلو هجوم افشل فتاجي لو ممكن وقع التغييرات وسجلنا ممكن تكون معناها اللغة أخرى الله غالب ما توفقناش معناها قلت التجسيم الفرص جاتنا شفته شاوت الأول أنا ما عتخلتش واحد يقول شاوت الأول ما جمناش فرص ممكن ستة سبعة معناها فرص ممكن كنا نستقله على الأقل واحد النادي الأفريقي يفشل هجوميا أمام فريق منظم دفاعيا العب ذكاه اعتمد أساسا على الهجومات السارعة انجح في واحدة منها في مباغت الحارس عاتف دخيلي التيقة 73 هجم يقودها كوتجو عرضيته تلقى رأسي تايوب الكعبي اللي ينجح فتاجي نحن كان عندنا تخوف اللي عاونونا تهم اللي ديكلاقاسيون ديال اللي التكنيسين ديال ديال كلوب أفريقي كانت عاوني بزاف لأنني عارفت بأن يلون يحاولوا يماركو فلس كنز برامير منوت ولكن الحمد للله فهني أن الكورة القادمة الموطنية المغربية به التأهول ونتمنى شحة تسعيد لنادي الأفريقي لأننا ندي الأفريقي حول نحلم غير نتفرج فيه كنت أسف حشوما والله العظيم والله العظيم لأن كل شيء كان مزيان الله كوي مزيان استقبلونا مزيان فلوك ورواق نقدر نوريك هنا هذا سي أنا أنا كتارك مش كوي كتارك غنموت نعم شنو سار برناب أنا غادي 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 ما عارفش حشوما بساسف باق أنا عارف هذا حنا عارف الأخلاق والطربي للشعب التونسي هذا واحد المحسوب اللي هاده خصون إلي عارفوه الناس ديال كلب أفريكا خص بيحاسبوه الفريق المغربي كان واقعي انجح هجوميا في خطف هدف عزز به نتيجة الذهاب وانجح دفاعيا بقيادة حارس تقلق بشكل لافت عبد العالي المحمدي اللي منع هجوم الأفريقي من التجهيل في أكثر من مناسبة الحمد لله مشي انتي صارك يرجع لي بالنسبة لنا فالجروب كاملو كان واعي وعارف المقابل أفريكا ما تكونش سهلا كان حضر جمالي كبير اللي من هنا كان وجلوهم بتحييل لنا نسندو فريقهم بزفت وحمد لله إحنا يجينا هنا عزمين باش ناخدوا النشجة إيجابية إذاعة برشة فرس اللعب أمام فريق منظم عوام الخليط الافريقي غادر المسابقة القرية مد دور الستاش عكس النسخة الفارتة اللي يصل فيها النصف النهائي نتيجة سلبية مغايرة نتيجة الفريق في البطولة خلف التغذب جمهور الافريقي اللي كان ينتظر أنه الافريقي مارشان باش يلعب لدور الأولى في المسابقة الافريقي اللبخ كما أنت عندما نتقضي الفريق أراجل كل ما كنا نعلم لكن يجب أن نظر إذاً ورغادر من نظر وقرا مني ويحب أن نكون في وقت أولاً. عندما أصدقل في الدوماً، كانت أطلب الى حينياتي يجب أن يقوم بحاجة لكي أنه يدفع لي البلاد في دوسن. لن يمكن أن تقول نقوم بحاجة، لن أجل أن يقوم بحاجة لحاجة فرقاً، ولكننا نحن بحاجة جيدة الى حاجة، ولكن لن يجب أن يكون لديك جيدة اختفراء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لخل النادي الافريقي ما يترشحش نصور نسبة لوليني اول حاجة يضعط الفرص تعرف انتي جاي من هزيمة في المغرب مطالب بالتسجيل نصور انه الفرص تخلقت لكن كان ثم غيبة النجاعة الحاجة الثانية انه فنيا ولا تكتيكيا النادي الافريقي كان بعاد برشة الخطوط على بعضهم يعني يلعبوا على ستين متر شوفنا يعني الدفاع تقاء وجزيري براتيك مو بعد شوية على ثمنتاشين متر وكيف كيف صابر خليفة في الثمنتاشين يعني الافريقي يلعب على ستين متر ممكن حيث التسرع يحبوا يوصلوا بسرعة كبيرة للمناطق الفريق متع نهضة البركان يخلى النادي الافريقي يكونوا ليليني بعادة على بعضهم اللي يخلى يعني برشة مساحات في النادي الافريقي ثالث حاجة اليوم الافريقي مربوط النتيج متع النادي الافريقي مربوطة باللي في كاسيتين متع صابر خليفة يعني كيكون صابر خليفة مش في نهاره وإلا النجاعة ما تحضرش الفريقي تأثر وهنا قيمة المعاوضين ممكن رصيد البشر يمتع النادي الافريقي ما يجمش يوصلوا لبعيد مش التور لول لكن ما فماش معاوضين على الأقل في قيمة اللي قاعدين يلعبوا والخطأ الكبير بصراحة يعني خطأ ممكن عليه إجماع ناس كل تغيير تجاني بالعيد متصور ما كانش في وقته لأنه حتى كان تعمل تغيير مش تجاني بالعيد كنت جم تربح تجاني بالعيد في الكورات الثابتة وتربحوا في وسط الميدان في المقابل كنت جم تعمل تغيير في وسط الميدان تبدل الطريقة ما تلعبش بثلاثة لاعبين على الأقل عندهم سبغة دفاعية كنتجم تحط بالعيد قدام اثنين وتعطي وتدخل زهير ذويدي بش يعطي أكثر حيوية آخر نقطة ممكن الجماهير نادي الفريقي كلها تلوم على عاطف الضخيلي ما نتصورش أنه هو المسؤول على الخروج لأنه حتى الهدف ما يتحملش فيه نسبة كبيرة للخطأ نتصور أنه الفريق كامل ما كانش حاضر ذهنياً كانت تسرع تغيير فهمي مارشون يقول لك أنا كي جيت لنادي الفريقي نادي الفريقي كان في المراتب الأخيرة أنا عندي أولويات وعندي أهداف أن الأولويات انتعي أنه ساعة الفريق معناها يقدم في المراتب ويقول لك هذا هدف حقناه في المركز الثاني يقول لك أنه ما عندي أشان الإمكانيات بش نلعب كاس الكاف ومهوش من أهدافي أنا كاس الكاف تعليقك على الكلم هذي يمكن يختلف مع أغلب جماهير نادي الفريقي لأنه كي ترى هو الحاجة حتى نادي الفريقي كي يلقى روحه في وضعية سيئة فوس الترتيب يبقى اسمه نادي الفريقي يبقى الفريق الكبير بتاريخه الي هزل قاب كوس إفريقية بطولات كوس يعني محب نادي الفريقي مش في شي قادي يسمع في كلام مرشانش قلوش مقلوش صحيح ثم واقعية ثم ظروف ثم رسيد بشري ثم إدارة هذا كل معناه نتفهمه لكن ممكن بالنسبة للجماهير مش هتروش الرأي متاع مرشان مرشان ممكن لقاء تفسير بش يفسر عليش الفريق خرج من المسابقة للحقيقة نادي الفريقي رهن عليها عامناه وليقول لك كان بفريق تقريبا بنفس رسيد البشري وشباه له برشا وصلت نصف النهائي ولو لا اختار ماركو سيمون انني كملت وصلت للنهائي ونجم نزل لقب الفين واحداش هزيت اللقب يعني عنده عليش يدلل للجمهور وعنده عليش بش يحاصب صحيح ممكن بداية موسم يعني كانت لأسباب والغيرها وكان اختيارت على الإيطار الفني غالط وجه مرشان صلح لي صلح وعمل بريفارمانس باية في البطولة وحتى في الكيس ما زال ما تواجد التبرير يبقى لمرشان لكن الجمهور غاية مقتنع بالانسحاب من كأس الكاف لأسباب عد حكي عليها نيس لكن الفريقي بالنسبة لجمهيه خروج من الدور هذا من كأس الكاف يعتبر مفاجعة ماذا سليف شو تعليقك انت؟ تعليقي ورق حمرة البلطنو مارشان ورق حمرة كبيرة 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 معناها كان سكت خير معناها فلت على روح وفرصة وانو بشيقول اخسرنا محذرناش عملنا خطاء أما يشبدو أنه وين كان النادي الفريقي قبل من جي أنا وشوف النادي الفريقي وين قلوا باي شوف النادي الفريقي وين اليوم في كاس الكاف متدور الأول يخسر أربع أبو أحد مع فريق مغربي سادس في الترتيب طلع للدرجة الأولى عنده استسلين فريق متواضع متوسط جدا وانتي برترون مرشان السبب في هزيمة بتاع النادي الفريقي فالذهب أحسن ملاعبي في النادي الفريقي سيفة قاء كل المقابلة يجيب يزوز نقاط واحده ولا ثلاثة نقاط وانتم تعرفوا معناها مليني نحي معناها كر تأهداف ضد الملعب التونسي وضد النجم الساحلي وغيره وغيره نحي وتهبط بوكو معناها اللي كان كيرثا فالإياب نحي تجاني بالعيد اللي واحده حتى يلعب قاعدة على كرسي حتى قاعدة على كرسي قاعدة على كرسي قلوا ما تجريش جيكو فرانشوت أنا اللعب وذلك ربير للملاعبية تخرجوا دونك بيرتنا مرشان شوية اسمع شوف رهو كمساعات يا رازي اللموا على الملاعبية اللموا على المسؤولين رجع نفسك رك غلطت رك كذا رك كذا بيرتنا مرشان تود وعيات الرجل كدري بيرتنا مرشان عايشك متنجمش تكبر كما قالوا تكبر شوية على النادي الفريقي وين كان النادي الفريقي معناها شنو انت طلعتوا النادي الفريقي وعدك عيب رأي ولكلام كما كاي عيب خاصة هو قدر الناس بحجم النادي الفريقي تاريخ النادي الفريقي يقول أنا ما عندش امكانيات في الناس كأس الكاف أوكي متفقين ما عندكش امكانيات حتى اليوم في الوضع الحالي لات رجل النجم في الوضع الحالي لا عندهم امكانيات شهد الشمبيونز ما تخرجش من الدور الأول هي ما عندكش من الامكانيات من الباب تروح من الباب تخرج تفضيحها بالنسبة للناد الإفريقي فضيحها معناها بكل المقاييس ويزم الناس تشعروا بهذا والحصرة متاع الجماهير متاعه حصرة كبير يخرج بريطانو مارشان اللي هو السبب في الكارثة بالنسبة لينا فيش حتى نيقاش يخرج هو قولهم أذلك اللي عندكم تيوين كلنا وينسبحنا معناها عيب يزمو يعتذر بريطانو مارشان الجماهير الناد الإفريقي بنعطيه ورقة حامة ملاحظة أخيرة وأقولي شوف التونسي التونسي يا نيس التارسي تفر تفر في الألي ريجلتاب يقش دونك أذلك علش تتعبنا فينا الفريقي خسرنا أخذ في الألي كلنا ثلاثة معناها يزمنا في الألي نرحو أربعة بشي غاتي مش تولي ريجلتان معناها مايرذينا شي معناها ثلاثة بواحد في الألي الألي محشوب معناها في المئة وثمانية تقيقة هاي إذا كان في الألي خسرت يعنيش تلع في الرتور وعليش خسرت ثلاثة دجا في الألي وعليش في الألي مش يقبل بنهار وعمل سيانس دونت المو خفيفة وتسكن في بلاسة بعيدة وعليش في الألي معناها برشة تساؤلات وكأني الدور الأولى ذايا في بيننا جينا نفد لكل فرقة تونسية شوية لخرجنا بيدين على روصنا ملا ربعة واضح جوش كليمة الأخرى بسرعة بسرعة معناها الفريق ناتيو حق فريق بركين مغربي لعدم مباراة متميزة لحقيقة لعب على مكانياته حاول بشي يسد المنافذ لكل قدام نادي الفريقي لعب ثلاثة لعبين وسط اللي هم معناها شلوا براتيكمو وسط ميدان نادي الفريقي وتلزل نادي الفريقي بشارعة برشة كرة عالية على صعب الخليفة وهنا لترنيل ديباء غياب رأس الحربة الكلاسيكي في نادي الفريقي يعني بيرترون برشاو يعرف كي انتي ما عندك شراقس حربة كلاسيكي متنجمش كامل تهبطان لشكو مش تسنطر صعب الخليفة مش في حسن حالاته ما عندوش رأس حربة ما عندوش رأس حربة كامل دخل ذوادي قيجاني كان معناها أنيكسي لونشوا معناها كان خيار متميز ورالة تاكو اليوم زادة من ساوش اللي كونه بركين عندها مواجمين سريعين وتمكنت على إثر الفرصة الوحيدة بسسجل حوالي في زمدية كبيرة الفريق بركين اللي رئيسها معناها من أكثر الرؤساء في الكورة الإفريقية ومبروك ليهم نادي الفريق هو يعرف زادة كيف فريق بركين المغربين يدرب فيه بيرترا كان يعرف وكان يدرب فيه ان شاء الله هارد لك نادي الفريقي ولو أنه معناها أني زيم وخروج يؤلم كثيرا سرتو كيرينا المدرب متاحهم وعمل فيلم في الميتاوة وخرج وظهر لأني عمل الحكاية ذيكا معناها شو بسيكولوجيك اللاعبين متاعه بشي قولهم هاو ضربوني وكذا بشي أجاجهم شوية بشي زيدوا خطر ما رأى كما رأى في الراديو ما رأى كما رأى في الراديو ما ظهرت ليش إصابة ما ظهرت لكش إصابة انتي كتبية ما ظهرت لكش إصابة ما لا